ومتى يسمى المولود؟ هل يسمى في اليوم الأول لولادته أم في اليوم السابع؟ السنة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التسمية تكون يوم السابع فقد روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه وأمر بوضع الأذى عنه وأمر بالعق يعني عمل العقيقة والله أعلم